موسيقى 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 جاينا نتكلم عن حاجة اسمها Area of service of revolution او المساحة السطحية الدورانية خلينا نفهم الاول معنى ايه المساحة السطحية الدورانية لو قلتلك ان انا عندي خط مستقيم ما هو الا دلة f of x مثلا تساوي 3 اهي تساوي 3 والدلة بتاعتك دي محصورة ما بين a و b محصورة بين كمتين كده او واحد مثلا و 6 احنا عايزين نعمل revolution او عايزين نعمل دوران للدلة دي حوالين محور الاكس يعني ايه عامل عملية revolution كاني هبدأ ادورها كده حوالين محور الاكس هنشوف هتطلع شكلها عاملة ازاي لما اجي عامل لها دوران حوالين محور الاكس فتطلع كأنها شكل استواني كده شكل استواني زي ما انت شايف فساعتها بنقول ان ال function بتاعتك دي لما جينا ندورها حوالين محور الاكس اصبحت استوانة زي الشكل اللي انت شايفه فوق ده ادي خطه عبارة عن من a ال b جينا ندوره حوالين محور الاكس فعمل عندي استوانة المطلوب منك بقى تجيب مساحة المساحة السطحية لهذه الاستوانة يعني اين المساحة السطحية زي ما انت شايف كده استوانة قدامنا اهي عاملة كده اهي دي الاستوانة اقول لك لو انا جيت مثلا اطاعت الاستوانة دي من نص اهي اطاعتها من نص كده وبدأت افردها لما اجي افردتها هتتحول في الاخر لشيت كده عبارة عن شيت اهي شيت كبير شوية اهي دي الشيت بتاعي هو ده الشيت اللي هيندور يبقى الاستوانة بتاعتنا لو جيت اطاعتها من هنا مثلا كده وفردتها وديت الصيت ده النحياتي ووديت الصيت ده انا هيادي بإيدي كده الاثنين فهيكونو لي الشيت اللي قدامي ده فإحنا احنا عايزين نحسب مساحة هذا الشيت المساحة الشيت ده بتمثل للمساحة السطحية التاعتلي فهتقول لي هيبقى في الاخر شكله عامل كده في الان كان dirh Pep انا عايزين نحسب المساحة السطحية للمستطيل اللي اتكونو ده هتقول لي الطول فالعرض طب عايز siamo نعرف الطول بكام وهل قدامنا والعرض ده بكام هتقول لي إذهب ارأيت اللي استوانا دي العرض بتاعها دهو كان كام سين العرض ده H مثلا يبقى الحتة دي من هنا لهنا ما هي إلا H طب عايزين نعرف الطول اللي قدامنا ده بكام هتقول لي استنى مش الطول ده جي نتيجة أني فرد الجزء ده أو الحلقة دي طب ما هي الحلقة دي ما هي إلا دايرة المفروض اللي استوانا من فوق كده ما هي إلا دايرة صح فالمفروض دلوقتي الطول اللي عندك ده عبارة عن محيط الدايرة طب محيط الدايرة بيساوي إيه؟ بيساوي 2 باي R 2 باي في نص الكتر يعني نص الكتر اللي هو المسافة يعني من هنا لحد هنا بنسميها R أو نص كتر هذه الدايرة اللي كانت عبارة عن كمة وقاع اللي استوانا فساعتها هتقول لي بقى إذن الاريا بتاعتك اللي انت عايز تحسبها عبارة عن 2 باي R وده عبارة عن عرض المستطيل بتاعي مضروبة في الـ H والـ H ده اللي هو طول المستطيل بتاعي يطلع في الآخر 2 باي R H سكوير يونت يعني واحدة مساحة وهو ده عبارة عن المساحة السطحية لهذه اللي استوانا بتاعي وبكده يبقى انت قدرت تحسب المساحة السطحية surface area المساحة السطحية لللي استوانا اللي كانت عندنا طب المساحة السطحية دي تكونت من اين؟ نتيجة الخط اللي هو الدهوني في الأول وقال يعمل له revolution الخط اللي كان عندي في الأول ده تعال نشوف مجموعة أشكال تكونت نتيجة ان انا عملت دوران لدلة معينة فعندك الكرة مثلا تكونت نتيجة دوران نص دايرة زي اللي انت شايفها دي لما عملنا لها دوران حوالين محور الـ X اداني في الآخر شكل الكرة اللي انت شايفه وبرضو بنبقى عايزين نحسب مساحة هذه الكرة المساحة السطحية وبرضو عندك الخط المستقيم بتاع اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه لما عملنا له دوران اهو عمالي في الآخر استوانا زي اللي انت شايفها دي طب لو كان عندي خط مستقيم تاني مائل زي اللي انت شايفه ده وعملنا له دوران هتقول لي هيكون شكل زي اللي انت شايفه قدامك ده عامل شبه المخروط كده مخروط بس مقطوع وبرضو الفونكشن اللي قدامك دي لما نيجي نعمل لها دوران هتكون لي الشكل الصولد ده او 3D ده طب دلوقتي الاستوانا كانت سهلة وقدرنا نحسب مساحة الاستوانا بسهولة المساحة service area يعني هتقول لي انت فردتها والموضوع خلص لو اديتك مثلا فونكشن زي اللي قدامك دي دلة زي اللي قدامك دي وقلتلك عايزك تحسب لي service area بتاعتها بتبقى صعبة شوية هتقول لي هعمل نفس الحكاية هبدأ افردها طبعا وهشوف الشكل اللي هيتكون هيبقى شكله عامل ازاي لما تتفرد مثلا يبقى شكلها عامل كده مثلا والمفروض دلوقتي اروح احسب المساحة بتاعتها طب والشكل اللي بعده ينفع افرده برضو اه ينفع تفرده بس المشكلة الشكل ما عادش منتظم عشان تقدر تجيب له المساحة على طول يعني هنا قلنا قانون المساحة على طول لان الشكل اللي تكون شكله منتظم هو rectangular او مستطيل اللي تكون عندي ما هو الا مستطيل فقدر تحسب المساحة انما بقى لو عندنا شكل غير منتظم فمش هنقدر نحسب المساحة بسهولة فبالتالي انا محتاج قانون او محتاج قاعدة تحسب لي مساحة اي شكل سواء الشكل ده كان شكل منتظم زي اللي استوانة مثلا او شكل غير منتظم زي الشكل اللي انا شايفه وصادي ده وده هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي